ويساعد لأوقاتكم جميعا وصفة اليوم سريعة وسهلة وتناسب اللي ما عندها وقت بسراحة تواجه بسوي دجاج محشي ومشوي بخلط بالخلاط ثوم بقدونس طماطم بصل فلف الرومي صلصة زبادي شوي ليمون وخل وعندي هالصوصات باربيكيو وصوصة الأجنحة وصوصة التتبين البهارات أنا شكلي حطأت كل اللي بدولها بالبهارات حطيت ببركة فلفل أسود بصل وثوم بودرة كركم فلفل أبيض وأسود بهار الدجاج بهار عثماني يعني اللي تبونه حطوه بعد ما أخلط كل هالمكونات بالخلاط راح أتبل هالمزيونة فيها وبخليها تنقع بالتتبينة شوي ويفضل أنها تكون ليلة كامل وقبل دخل الدجاجة للفرن راح أحشيها بهالحشوة هذي عبارة عن رز مصري مع بصل وفلفل بارد وثوم شوي طماط بقدونس كزبرة نعناع بهارات وبضيف للحشوة أي نوع مكسرات عندك أنا هنا عندي جايبلوز وزبيب حمارتها راح أضيفها للحشوة ونحشي الجميلة هذي كل شي حطيتها بالخلاط بعد البهارات والصاصات ونخلط بالخلاط بعدين انتبل الدجاجة فيها نضيف الدجاجة فيها من داخل من بره يلا نسوي مساج محترم للدجاجة ونضيف الدجاجة من داخل عشان يدخلها الطعام ونخليها على جم شوي والأفضل زي ما قلت لكم ليلة بعد ما نقعت الدجاجة بالتتبيلة نحط الحشوة من داخل بعد ما حطت فيها المكسرات نحشيها وبعدين نسكرها بعواد الأسنان نحاول أننا نسكرها بعواد الأسنان عشان ما تطلع الحشوة علينا بره عملية تسكيرها زين خلاص سكرناها زين بعدين إذا حبيتوا تحطون أي نوع خضار معها أنتم بالخيار يعني بنفس الصينية حطيت الدجاجة بالصينية وحطيت عندي هنا بصل وبيبي بوتيتو في الفيلم لون أي خضار أنتم تحبونها حطوها بالصينية معها تن شوي ولذيذة الخضار حطيت عليها من تتبيلة الدجاج كذا الصينية جاهزة بغطيها ودخلها فرن ساخن تأخذ لها تقريبا ساعة وبعدين نحمر الوجه وبس وقبل أن تحمروا الوجه ممكن ترشون وجه الدجاجة بخاخ زيت أو تدهنونها بزيت عشان تعطي لمعة لما تتحمر وهذه دجاجتنا المشوية والمحشية وخلاصها تشوفون اللذاذة ولما تشوفون عاد أبي أشوف أقوى التطبيقات عليها وبالعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر